هلو فيديو جديد من مرمرة عيون وعقول. النهاردة ان شاء الله هتكلم عن شنطة الجامعة وايه الموجود فيها وايه الحاجات اللي بنحتاجها جدا. آآ وازاي نقدر آآ نخلي فيه فيها آآ بدون آآ ما نفضل بقى نقول اصلا الشنطة مش مكفية اصلا انا عايز اجيب شنطة كبيرة باك. الكلام ده كله لأ خالص والله. الجامعة آآ محتاجة حاجات بسيطة جدا. والمهم ان الحاجات بتاعتنا تكون مساعدانة مش حاجات تعقنة. نبعد عن الالوان الكتير نبعد عن السبري الكبير نبعد عن الهيدفون الحاجات دي كلها بتاخد مكان في الشنطة. انا دلوقتي هبريكوا الحاجات اللي نقدر ناخدها وكمان يكون فيه. اوكي دلوقتي اول حاجة هتكلم فيها هي الشنطة. الشنطة بتاعتي من التشانل. آآ وفيها سري بيسز او سري زيبرز. طبعا انا بحب الشنط اللي بتكون متقسمة كده جدا لانها بتساعدني ان انا انظم حاجتي. وهي كروس. انا ما بحبش الشنطة الباك بصراحة. آآ تمام? طبعا دي ترجع لاختياركو انتو. نيجي للزيبر اللي في النص بما ان يعني فيها الحاجات التراسية. فيها كتاب عادي. هناخد الكتب بتاعتنا. آآ وفيه دكتورز بتعتمد على الكتب. وفيه الدكتور بيعتمد على البروجيكتور. وبيخليكم آآ يكون معاكم مرجع المرجع ده بتتابعوا في آآ شرحوا من على البروجيكتور. وفيه دكتور آآ عايزكم تاخدوا نوتس وراه. آآ ولما تروحوا البيت يكون مذاكرة كاملة. وده طبعا بيكون اسكى الدكتور لانه بيكبركم ان انتو تحضروا المحاضرات. طيب في الحالة دي هنعمل اي مش هناخد كشكول كبير يا جماعة لانه بياخد مكان. وانا بصراحة ما بحبزهوش. يعني المفروض الكشكول يكون في البيت. نذاكر فيه براحتنا عادي. آآ والنوتس هنجيب ورق زي كده من المكتبة. الورق ده آآ شيل جدا يعني في نفسه. عبارة عن ورق صغير كده وفيه منه كمان مقسات. هناخد فيه النوتس بتاعتنا عادي جدا. ممكن ناخد في اليوم خمسة او ستة على حسب احنا نحتاج قد ايه. آآ وبالتالي نستخدمه في النوتس ولما نراوح البيت نبقى ننقل منه. عادي جدا. فدي وهتتحط جوه كتاب وكمان مش هياخد مننا مكان. تمام? آآ ده بالنسبة للكتب وليه الدكاترة. آآ دي نوت عادية جدا. النوت دي انا بحبها قوي بس دي فيها حاجات بالنسبالي. يعني حاجة انا كنت عايزة تعلمها واكتشفتها. حاجة كنت عايزة عارفها. لازم اكتبها دلوقتي يمكن انسيها. آآ كلمة معينة من حد معين. يعني النوتس دي انا هجيبها من النص معلش لان انا كتب فيها شخصية جدا وانا بحبها. تمام? آآ فدي وجودها ممكن انتوا تستغنوا عنها يعني. نيجي بقى للقلام مش لازم آآ بنسل كيس. يعني احنا مش في ابتدائي وكمان مش هناخد آآ الوان معانا. لان احنا مش هنلحق ان احنا نبدل الالوان واحنا بنكتب ورا لدكتور. الموضوع بيكون سريع جدا. احنا هناخد قلم رصاص عادي وهينفعنا خصوصا لو احنا في كلية آآ لغات. آآ بنحتاج الترجمة نكتب فيها رصاصة عشان لما نروح. نمسح بالقلم الرصاص ونعيد الكتابة من اول وجديد. يعني كاختبار لينا. فانا بحب بصراحة الاقلام الرصاصة العادية لو حيزين تجيبه في نون هاتو. لكن انا مش بفضل للسنون. ودي قلم اقلام ماركر. آآ طبعا الاقلام الماركر مهمة جدا لان لما الدكتور زي ما قلت آآ بيكون عايزنا انتبعه او بيشرح او احنا بنقرأ معاه. آآ القلم الماركر ده بيكون للحاجات المهمة. بدل بقى ما هنفضل نقول هو كان قصده ايه بديه وقصد ايه بديه وانهي جزء مهم. لان الدكتور بيلغه كتير جدا. فدي للحاجات المهمة. الماركر ده. هينفعنا. وقلم جاف عادي جدا. بس ده اللي احنا هنحتاجه في الكوليج او في الجامعة. آآ غير كده مش هنحتاجه كده السوستة دي بقت فاضية. تمام? نيجي للسوستة دي. موجود فيها الوالت. الوالت دي بقى اهم حاجة بالنسبة لي بصراحة يعني. آآ دي من ام ك. دي بتكون آآ هنا الفلوس العادية. هنا آآ هنا يعني البطاقة آآ الاي دي بتاع الجامعة آآ الكارد بتاع المترو كل الحاجات دي بيكون في الوالت دي. آآ طبعا دي بتغنينا كمان عن آآ آآ او آآ في سيف كاردز بنجيبها دلوقتي. بنحط فيها بقى كل الكاردز اللي احنا عايزانها. لأ دي فيها كل حاجة. ويستحسن تبقى حاجتك كلها محطوطة فيها. وكمان فيها ميزة ان بنحط فيها انا اوقات كتير جدا بحط فيها الموبايل بتاعي كده. وبفضل مسكها طول اليوم يعني مش بستغنى عنها. اهو. كده الموبايل اللي تحط فيها وشكلها شيء جدا وجميلة. انا بصراحة بفضلها. تمام? بعد كتا دي محطوط فيها الميكوب. آآ ما ينفعش تحط الميكوب بتاعك يكون آآ مبهدل ومع كل الحاجات. آآ وما ينفعش تخذ معيك حاجات كتير يعني مثلا حاجة زي الماسكرا. الماسكرا مش بتآآ يعني ما ينفعش ان انت تحط عليها درجة كمان. لازم تتمسح الاول بعد كتا تحط تاني. فدي حاجة ما ينفعش انها تبقى من الاخر. آآ دي ليب كير من لابيلو. آآ وده الليب ستيك من مات. انا بحب الليب ستيك ده جدا. بتهدي الحاجة اللي على حسب اللوك بتاعك. لكن انا باخد الحاجة اللي بستخدمها كتير يعني بتليقها على اي الوقت. وده من اماندا. الليب ستيك تانية. ده بلاشر. وده اقول لكم حاجة لما تيجي تختاري البلاشر بتاعك يستحسن يكون آآ في ميرور. علشان آآ الميرور ما تاخدش منك مكان تاني. تمام? هتحتاجيها جدا يعني. ودي الفرشة بتاعت البلاشر من هو ده بيوتي. وده ودي اطرة. دي اطرة التهابات طبعا كلنا عارفينها الالتهابات العين. آآ انا لان انا عناية تعباني وكمان بحط آآ لانسز. فبتكون الاطرة كويسة. ودي اطرة اللانسز. اسمها هاي فرش. الاطرة دي كمان حلوة لأي حد. يعني لو انت مش بتلبسي لانسز وعنيكي بيكون فيها جفاف في نص اليوم. الاطرة دي بتبقى كويسة جدا. يعني وجودها بنحتاجه. خصوصا ان في ناس كمان بيجي لها آآ حساسية من الهوى الجامد فعنيها. تمام? آآ ايه تاني? اه. وده الكوفر بتاع النضارة. النضارة الشمس. اهو. وحطة فيها السفينجة دي والسفينجة دي فيها دبابيس. بجد يا جماعة كاتل السفينجة اللي فيها دبابيس دي تنفاقه جدا. بدل ما يحصل لك اي ظرف او اي حاجة. وتقول لي هو انا معاكي دبابيس وتبطالي تسألي الناس ما تعرفيهمش. فدي بتكون كويسة جدا. سواء انت محجبة او مش محجبة آآ ظروف كتيرة بتحصل للبنت. بتكون محتاجة فيها دبابيس. فسفينجة زي كده او اي سفينجة عندك هتحط فيها آآ كمية دبابيس معقولة علشان ما تحتاجيها. تمام? ودي مناديل عادي. طبعا دي اهم حاجة في حياتي يعني. وده كريم جونسون. آآ بصراحة انا بحب كل منتجات جونسون وآآ مزيتها ان هي بتنفع اي بشرة. يعني اوقات البشرة الجفة بتكون آآ في الصيف مش جفة بتكون دهنية شوية والعكس بشرة الدهنية في الشتاء بتكون آآ جفة فآآ بشرة الانسان بتغير. انا مش مع فكرة ان في بشرة جفة وبشرة دهنية والكلام ده كله. آآ فميسة الجونسون او عموما اي آآ اي منتج من الجونسون ان هما بيعملوه عام. يعني لكل انواع البشرة. فأنا بحبه جدا مرتب وكمان بحطه آآ على وشي تمام? كده دي خلصت ودي خلصت. آآ وفيه هنا آآ لبان. بصوا هو انا مش مع فكرة ان احنا نجيب لبان ونجيب مية ونجيب آآ اكل وسناكس معانا في الشنطة لان ده بياخد مكانه عالفوضي. انت ممكن تجيبيه من اي مكان في اي وقت عادي. فأنا مش مع فكرة دي. تمام? نيجي لتالت سيبر. آآ دي فيها الوايبز. دي السيبر بتاعت المنظفات. دي فيها المناديل الوايبز. طبعا انا ما باستغناش عن الوايبز خالص. يعني دي اهم حاجة في حياتي. آآ بالنسبة للوايبز لما تيجي تختاريها لازم تختاري فيها حاجتين. اول حاجة انها تكون بتتقفل كده بحاجة بلاستيك علشان آآ ما تنشفش معيك مع الوقت. يعني فيه بيكون فيها دي بس. دي ما تنفعش باي حاجة لان هي اللازق بتاعها بيفك بعد فترة. لكن الاحسن انك تجي بيها ببلاستيك زي كده. آآ علشان يحفظها. دي اول حاجة. تاني حاجة تكون فيها كريم. آآ لان فيه مش كريمي. والوايبز اللي مش كريمي او خصوصا اللي مش اطفالي. دي بتتعب جامد للايد وساعات بتجيب التهبات. فعلى ايه? احنا نجيب تكون كريمي كمان. او ايه كمان? من لكوست. طبعا آآ آآ مستو ان انت في نص اليوم او في اخره بتحتاجي دايما ريفرش كده. آآ خصوصا فلسيف يعني. بتكوني اوقات مخنوقة من نفسك. حتى لو انت نزلة عامل احتياطاتك ومزبطة وكل هدومك ونفسك ومستحمية وكل حاجة. آآ برضو بتحتاجي ريفرش في نص اليوم. آآ يعيد آآ حيوياتك كده ويبديكي ايه? دفع انك انت تمام يعني. بس فالبروفيوم ده جميل ويستحسن ناخد حاجة تكون صغيرة زي كده. تمام? آآ وكده دي الحاجات اللي اللي كانت في شنطتي وكده انتهينا خالص والشنطة بقت فاضية. آآ حاجات بسيطة جدا وفي متناول ايد. اي حد لو انت مش في متناول ايدك انك تجيبي وايبس او مش حابة الفكرة ممكن اي ززة شامبو تكون صغيرة تحطي فيها من البيت عندك وتستخدميها في الجامعة بمنطقة سهولة. ما تصعبش الامور على نفسك تخسلي يعني ايدك من الطويلت بتاع الحمام. آآ بتاع الجامعة سوري. بس وكده انا خلصت الفيديو بتاعي ويا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو نعمل لايك نعمل سبسكرايب نفعل الجرس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع مرمار عيون وعقول باي باي.